يحاول الجيران في المغرب استياد كل ما قد يبدو لهم هفوة فيما يخص بطولة أفريقيا للعبين المحليين التي ستصدفها الجزائر في الفترة الممتدة مبين الثلاث عشر جنفي والرابع فيفري الدور هذه المرة جاء على ملعب نيلسون منديلا بمدينة براقي بالجزائر العاصمة موقع البطولة المغربي تحدث عن استحالة مشاهدة المباريات بهذا الملعب انطلاقا من بعض الأماكن بالمدرجات وقال ساخرا من هنا تشاهد نصف مباراة قد لا يعلم بعض الجهال في زمن جوجل أن هناك زوايا عمياء في تصميم عديد الملعب على مستوى العالم حيث تخصص الأماكن فيها غادة لرجال الأمن والمنظمين ولا تجلس فيها الجماهير العادية التي تأتي لمتابعة المباريات ببراقي هناك أربع زوايا عمياء بالقرب من الأعمدة الحاملة للسقف بالمنعرجين وهذا يتواجد في عديد الملعب العالمية التي تحتضن مسابقات أكبر من الشان ومن كافة المسابقات في أفريقيا مثل ملعب البرنابي مع قاليريا المدريد والملعب الأولمبي بكيف الأوكرانية وغيرها كثر حينما يجلس المشجع الجزائري تحت السقف مؤمنا في أيام الحر والمطر هناك جماهير لا تعرف عن تسقيف الملعب شيئا سوى الوعود والمجسمات التي لم تجسد إلى يوم الناس هذا شكرا شكرا شكرا